اهلا بكم الى مجازي اخباري الان قال جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر ان معركة سيطرة على محافظة دير الزور شرق سوريا ستبدأ من مدينة الشداد في محافظة الحسكة والبادية السورية واضف النطق العسكري المغاوير الثورة انهم نسقوا مع عدة دول ومع التحرف الدولي بما يخص الامر لافتا ان المشاكل التي تواجههم بالوقت الحالي هي نقل مقاتليهم المتواجدين بالشمال السوري قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشاركة في الجيش العراقي العميد يحيى رسول ان قوات الجيش والحجد الشعبي تمكنت من تطويق مدينة اللعفر غربي الموصل من جميع الجهات تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من داعش واضح رسول ان التطويق جرى بعدما جرى قطع الامدادات من الاراضي السورية صوب العراق مضيفا انه بتحرير ناحية المحلبية والعياضية بقضاءة اللعفر سيكون بالامكان القول ان محافظة نينوى قد تحررت بشكل كامل افادت مصادر في السومال ان انتحاريا قام بتفجير نفسه عند بوابة مسجد داخل السجن المركزي ما ادى الى قتل جندي بحسب الحصيلة الاولى التي وردت من وكالة رويترز ولم تتبنى اي جهة حتى الان مسؤولية التفجير الا ان جماعة الشباب السومالي الارهابية تنشط في المنطقة اكد وزير الدولة الاماراتي لشؤون الخارجية انور جرغاش ان ازمة قطر ناجمة عن سياسات حكومة الدوحة الداعمة للارهاب والمزعزعة لاستقرار المنطقة وفي تغريدة على حسابه على تويتر قال جرغاش ان ازمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة لكنها متوقعة اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ في اخر تصريح له في ظل تصعود حدة الحرب الكلامية المشتعلة بين واشنطن ونظام بيونج يانج الذي يملك سلاحا نوويا كتب ترامب عبر موقع تويتر ان الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة عبرت بيكين عن احتجاجها بعد اقتراب بارجة امريكية من جزيرة اصطناعية اقامتها في بحر الصيني جنوبي الذي تطالب باكمله تقريبا وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان ان الصين عبرت عن استئيائها الشديد اعلنت الفلبين اول ظهور الانفلونزا الطيوري بها وقال وزير الزراعة انه تقرر اعدام اربعمائة الف طائر لمنع انتشار المرض مضيفا انه لم يتم رصد اي حالة لانتقال المرض للبشر حتى الان بينما تم رصد المرض في مزرعة دواجن في اقريم بامبانجا الى الشمال من العاصمة مانيلا اتام الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة